موسيقى ما عمري سمعت فالله يسر قبل ما ننزل شو تتوقع راحكو عنا كويس امش كويس لا بتوقع انه نسبة كبيرة ريحكو كويس كويس بس اللي بتابع عبر الرب راح يكرهوني عسا في انا نزلت كم ستوري عندي عن استغرام جاني كم سؤال منها تمام بدأت استعصلك اياهم اتجاوبنا قبل بلاش الحلقة خذ راحتك في القصص انت بتحكيهم من الطفولة اه قديش نسبة الكذب فيها ما فيها نسبة كذب عبد الاساس دايما اساس القصة صحيح بتكون صحيح مية بالمية وما في مجال الكذب فيه بتعرف ليش لما اطلع مثلا احكي عن قصة صارت معي انا وابوي عم بشير ام هو ابوي عم بشير بتابعوني عمك بشير رجع نصديره اه رجع نصديره لا رجع رجع عم بشير رجع نصديره عارف فانه مجال الكذب ما في مجال الكذب بس يعني بالسيناريو ممكن يصير شويه تبهير هدفه هو انه يمتع هدفه يمتع المشاهد لانه بالنهاية لو بدي اعطيك القصة خام زي ما هي بدون اضافات ما رح تستمتع فيها زي لما يكون فيها اضافات حتى الاضافات مش رطكم بالسيناريو ممكن تكون في المونتاج فاهم عليك فاهم عليك بس اما انه كذب لا ممكن يصير فيها كيف بدي اقولك ما في ناس صرا في ناس مش عارف هنوان متفكر لما اطلع احكي مثلا في القصة احكي احكي واطلع بحكي والله ابوي شمطني ألف كف بطلع بقولك اه كيف ابوي شمط ألف كف في واحد سألني سؤاله انه شو مشكلتك مع بالرب؟ ممكن تنحل هذا الاشيء ولا لا اه ما اتوقع تنحل ومشكلتك مع بالرب سببها صباح صباح؟ نعم صباح ايمن مين ايمن؟ ماذا ناوي تطلعوا معك ايمن؟ حكي لي ترى ايمن اذا ملاحظ اخر فترة انا بطلت احكي عنه تعرف ليش؟ طوارشت انتوية؟ يا ريض طوارشت انتوية حطيت له صورة راحشتك علي والله موسيقى 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 اكيد بتتابع يوتيوب صح؟ مين بتتابع يوتيوبر؟ ناجل خوف وانت بس ترى ابو هيكل؟ لا الله بتعرف هذا الشب اه عرفته؟ اه شو بتعرف عنه؟ والله انا بحبه اه طيب شو اخذ تكرا عنه؟ احكيلي اكتر احكي حكي شغلي عن الاردن اشيه؟ الجوع والاسبالي اللي بوقر من اسبالي انا عم تحبه لانه واقفنا على الشعب الوردن اشيه اشيه تاني شو بتعرف عنه؟ بس هذا الفيديو الوحيد اللي احضرته لي تعرفت اشيه جديد تاني عنه؟ اي كيف حافظ حبيب وطول شكرا الله يسي اه كلكم من جمعين بس وين ناجل خاص؟ شأنه قصير ولا مش عارب لا هو طويل ليش لابس نظره زيه؟ تقلبني؟ ليش؟ بطيك العاف كيف؟ الله فيك بتابع يوتيوب اكيد يوتيوب عربي اه اه اكيد مين بتابع من اليوتيوب الاردني؟ اه ماذا بالروب؟ ناجش؟ اه اكيد ابوهيكل بتابعه؟ تقريبا اه شو هيك فيه؟ لا والله محترم الشب يعني الحلو فيه جرائته يعني مش ما بتصنع بفتح الكاميرا و بحكي يعني بيهبيد العالم قريب 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 يكتر هذا هو الصح يعني يشي قعد يخاف وحواجز اللي عنده مكيب بس مش مرة توصخيك شوي بالكلام بالحكي مع الناس عس في ناس بستاهل وفي ناس ما بستاهلوا اه يعني ما حق هو؟ بعض مرات ما حق بعض مرات حليكم السلامة الله يبطل دخل حبيب ذهب تعلم من هذا؟ اه يزم شعبكم المرة مين؟ مار عليك؟ مار عليك؟ مار عليك؟ بقيتش القداحة والبعدة؟ بقيتش القداحة والله ودورة قداحة هذا قداحة شوك بالصط والله مارك شوك بالصطف يقول بلك معهم القداحة شوك بالصطف يقول بك شمعت شو حكي عن مقصر؟ اه شوك بالصطف يقول بك بس الكل بستاهل بش حد بستاهل كلمة صح؟ بش حد بستاهل كلمة صح؟ مانظر قاعد بصور بيه بش حد حكيت عنه بستاهلش؟ زي مين يعني؟ بش حد بستاهل ممكن نقول طيب بسمع هيك قدامه شو رأيك في بجد بصراحة؟ قدامه حكيه له قدامه ومش قدامه نفس الحكي والله بقول لك مرات بهبد يعني بخرب بس لا قداش قداش مع عشرة أبو هيكل؟ أقل من سبعة بسع تسعة يعني بالنسبة لي والله مش عشانك موجود انا بعطي حالي سبعة نفس الكلام والله بوجودك وبغيابك والله عرص حبيبه حبيبه والله شو تقرب 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 هيك أيوة نسألك كم سؤال أكيد تتابع يوتيوب انت صح؟ مش كيف مش كيف مين تتابع من الأردن؟ القاق مهركو تمام بسروال حلو؟ بس هاد تعرفه؟ أبو هيكل أبو هيكل شو بتعرف عنه؟ بيطلع وبيحكي عن الناس كثير أشياء وفي ناس ما بتحب يحكي عنه كويس ولا مش كويس؟ مش كويس يعني منظرك أنت أن الإنسان مش مش كويس مش مش ساعد أن يكون يوتيوبر صح؟ نعم طيب ليش يعني شو السبب؟ بيحكي أشياء مش منطقية صلاح زي شو؟ زي شو حكي له زي يحكي الأشياء حنية طيب حكي لي الله مش بن picnic هسه أنا ما بت熟 إنبوتك أو franchise بس شفت، لم أطلع مع مهركو حدف هيكل حسهيم هسه أنت...أنت بتعرفني عن طريق طيوش功 ت Ginsne aqui صح؟ لا معناه أنا ما أخفت فكرة خط أنا لا لكن شو أرحل حسه الشرة يكفي؟ بتأدي قسم الهيةكل بتحكي أقسم بالله الضم أن أكون مخلصا للهيكل الأعظم هيت وبتحضر كل فيديوهات القصص هيت وبتعرف مين أبو هيكل هل ترجع تصور مهي؟ استنى هي ما رأيك فيه بكل صلاحة أنا لا أعرفك إنسان حسنا نكون يوتيوب لا أعرف مرنا لا أعرف لا أصلح لنكون يوتيوب عادي نعرض الفيديو؟ عادي اعرض الفيديو خذ دفان إنت معلي، نأتيك سؤال حسنا ميمي، أنت بتابع يوتيوب ألا لا؟ بس نرجع لك شفية لحون انت بتابع، من بتابع يوتيوب بالأردن؟ يوتيوب بالأردن؟ يعني صفحات الصفحات المعرجانات لا أنا قصدي يوتيوبر زي هيك تعرفوا لأبو هيكل لا ما بعرفوش ولا عمرك شفتو ولا بالدارة حين ترنشلنا اليوم عن أبو هيكل فإذا ما بتعرفوش خلاص بس هذا المرة طلعي حكا عن واحد عن يزل نمرود وهي أي واحد حكا عن يزل نمرود شو رأيك فيه تافه عادي تافه ليش عادي تافه ليش يساوي طيب كيره بس هيك طب انت أخذت فكرة عن هذا الفيديو أنه هو شخص تافه طب هلأ يصلح أن يكون يوتيوبر هذا الشاب ولا لا لا طب حكي لي أكتر عنه خده عادي عادي أحكي حسنا بعرفش عنه شي لأنه فيديو واحد اللي حضرت له آه فهمت عليك بس من فيديو حددت أن هذا الشخص تافه شخصيته كيف شخصيته في كيف شايفه أنت بس هو محترم بيين عليه مش إنه كبير طب انت لو شفتوا قدامك هذا الشخص عاد تقول له أنت تافه لا عادي بقول له هو محترم سبقت رشوف الفيديو هو عادي يشوفهم أنا متأكد راح نشوف هو متأكد راح تشوفه د program هايو هو رأيه ه 이야기 فيديو يا زن امرود أنا ما عندي مشكلة تحكي بأي شي تتافه والله أنا تافهOne SY sec الفيديو ما عندي مشكلة الفيديو تتابه تسمح لا الفيديو الوحيد اللي مش تتابه الفيديو قعب أحارب مخدرات والتجارة والتعاطب والترويت والفيديو أصلا بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات الأردنية فالفيديو جداً توعوي. عندي فيديوهات تافى عادي. عن سلسلة القصص تافى عادي. بس هذا الفيديو مش اني بدافع عن نياز النمرود. انا ماليش فيه. بس انه ليش انتم يعني عشان توصل لعدد انك تحكى عنه وهو يحكى عنك. ما دخل ما دخل هذا المحتوى موجود من بداية اليوتيوب العربي اصلا الكميونيتي بتعليق. سأقول لما سب عليك انت استفدتش. ما سب عليك. طلع سب عليك. لا ما طلع سب. لا لا. لما طلعت تردت عليك. بس انا بالنسبة لي. انا ما سبت عليك. ما بقدر اصبت. بس انا بالنسبة لي مدام. انا بالنسبة لي كله هذا تافى. كنا هسا لما يطلع شخص يحارب الترويج الالكتروني للمخدرات. اذا بنظرك هاي تفاهى. شو بالنسبة ليك العمق والثقافة والرقيم. حسا صلى عنه. حسا انت جاي تحكي عن شخص انه هو بيروج. طب هسا ما انت يطلع عشوارع يطلع مخيمات. بتلاقي ناس لسا ازبق. طي بتعرف السبب شو? بسبب الاشخاص زي هيك. لو لو تتحارب هاي الناس ما رح تلاقي هاي المظاهر. حلو. حسا بديك ازلام تحارب يعني. انا ازلام او بحارب. حسا ما عشو انت ازلام تحارب. حسا انا بقول لك الفيديو اللي طلعت فيه انه انت هين تحالك وهو هان حاله لما قاعد يسب عليه. انا بالنسبة لي لما هذا يسألني شو اكثر فيديو مهمة عملت بقناتك بحكي فيديو يزن نمرود. عفكرة. الفيديو. بسبب الفيديو. ما انا حكيت عن ستة سبعة. بسبب الفيديو يزن نمرود انحبس وطلع. وحكيت عليه. وانحبس بسبب فيديو وانمنع مغنيين رابع كثير من الغناء وعام الحفلات وانسحبت ترخيصهم الفنية من نقابل الفنانين الاردنيين. موضوع الفيديو مش موضوع صغير. عملت اثير كبير على الارض الواقع. حيلو. والحمد لله قدر يحد كثير من ظهر الترويج الالكترول. شو رأيك هسا? فانا فخور فيه. بعد اللي حكى لك يا هسا. انت شو رأيك فيه هسا? تافه ضل? يمكن تتغير وتبقى. انا قصدي انه ليش هينو حالهم قدام العالم. انت انت يمكن ما اخذ فكرة عن اليوتيوب انه انا اطلع اسب عليه هو يسب عليه. لا الموضوع اكبر من هيك. احنا قاعدين بنعمل تغيير على الارض الواقع حاليا. صح. نحن بنأثر بشكل حقيقي. فانت يمكن يمكن انت ما اخذ فكرة غلط على اليوتيوب كامد. انا بحضرش. انا متى بامسك التلفون بس يومت المناسبات. ممكن ما اخذ فكرة غلط بقول لك. احنا اترمنا فيك على الحلقة. اوهيك الكويس ماذا. كويس محتم. اه. شو اخذ فكرة عنه? اه نحيف. هل يستحقق رقب اليوتيوبر? يوتيوبر? او. في احسن منه هو يعني. مين احسن منه? والله انا بشوفه بالروح. او بشو الاخطاء اللي بحكي الاخطاء اللي فيك. عند غفراش نو قاد نسيب على الزلد. محكي بي كل. بحكي بي كل. احسن يوتيوب في العالم. او خلص ضيق بلي. شكرًا لالكم. بحترم من. احسن تابع يوتيوب انت او لا? لا مش كثير. مش كثير. تعرف بحيكل? انا اللي بعرفه. هو الوحيد البتابو. بس هو الوحيد. احكي لي عنو شو بتعرف عنو? اكثر بني ادم صريح. جداً صريح. حلو. ايش كمان شداني. اسمع هسا شايف كل اللي بيحكوا فش حد بيحكي إلا هو حلو يعني الشغلات الشغلات اللي بتسمع بيجيب لك إياه طريقة جدية ومزق بيجي بضحك طيب في عالم تحكي عنه أنه مثلا مشتفز مراته يعني بيغلط شوي بالحكي مع اليوتيوبر مصبوط آه بيغلط وبيبهر في كثير شغلات فيها بيبهر بيكذب طيب بيبهر مش بيكذب يعني ايش كحكي بيحكي شغلي صاح بس بزيد عليها شغلات في يقول له قصص بيسويه على اليوتيوب يعني انت تنتقل بتحكي له انت كذب انت بصر شو شو رأيك بس لا عادي فيه شغلات كثير الواحد بيكون سوي على هو صغير طب انت عزيز شفته لأبو هيكة شو رح تحكي له واللهي كل احترام كل احترام شو رأيك انت فيه لأبو هيكة انا بتابعه مرات حبيب بطيب حبيب بطيب يعني شوف كدش انت والله العظيم والله العظيم اني بتشرف فيك والله حبيب انا بحكيها مجاملة بس بتشرف فيك جدا حبيب واللهي سيدا كل سنة مرت لأت معك على هاد ام تي في اه ام تي في اه قلتلك انا من طرف برهوم بس سيلا لازم تعمل عليها تيت تمام اه اتذكرتك اتذكرتك اه جيبني احطك بالحلقة قلت هاي فيها جرامة ملكترونية اه يالله يا حبيبي تشرفنا فيك ابو هيكل شو بتعرف عنه تعرفه صحيح اه ما شو بتعرف عنه كويس مش كويس محترم مش محترم عوما هو كويس بباهر كتير وبحكي كلام طالع ونازل ما بيخليش للناس انت ش رأيك فيك شخصية محترمة طيب لو قبلت وجهة يعني من كل احترم ماشاء الله عليه بس بس مش كتير اه هيك مش كتير نقول سطحية راح اكون معه اه طيب لا هل هذا الشاب يستحق ان يكون يوتيوبر لا والله لا ابو الرب حسن يعني يعني ابو الرب حسن منه بسم الله يا رحمة من لما سألتم مين بتابع يوتيوبر اردني وقال احمد الرب قلت ما شو حيكون بيحبني يعني ما في مجال تحب لي اثنين مع بعض شو رأي كزة عدد في اختلاف طبقة حقيقة في اختلاف انا بالنسبة بمثل طبقة البسيطة الناس البسيطة الكادحية انا بعتبر حالي يوتيوبر الشارع اصلا اكثر من اني اكون امثل طبقة ثانية فاكيد ما راح تقدر تحب لي اثنين مع بعض فمدام بتحبه بتقرهني انا بتقبل هذا الاشي شو رأي كزك تكلعافي مين بتتابع من اليوتيوبر والله ما بتابع حد معين طيب ابو هيكل بتتابعه صراحة لا بس احذفت الله توقع مرة فيديو كان بيحكي فيه عن الحكومة شو رأيك فيه لابو هيكل كشخصية انه ناقد عنده شوية انتقادات لاذعة بصراحة يعني ما بترك المشاهير في حالهم بس بشكل عام محتوى حلو والله طيب فيه عالم بتقولك عنه هاد الشخص مثلا بوسخ كتير بالحكي على اليوتيوب اشي زي هي والله اخو يوسخ ولا مشكلة عادي عادي شو يعني طيب اشياء تاني شو بتعرف عم نحكيلي عادي افتح فتح قلبك بصراحة مش مش من فان زوم ما بتابع مش كتير مهتم يعني بصراحة مش كتير مهتم فيه طيب انت كالحلقة شوفتها شو اللي عجبك فيه هاي كانت عن الحكومة عجبني فيها اسلوب النقد بلاش نحكي عنا كثير بلاش هس طب لو شوفت له بهيكل شو بتحكي له رح سلم عني عادي طب ناخد واحد تانى نرشور ايو عن بهيكل اقل بخشو رايك عن بهيكل انا والله بتابع مرات اسلام عليكم سل قلدا ما بديا حبيب يا اخو يتصرف لماذا بتابع نيش كويس انا ما بتابع صوشال ميديا اساسي انا لا بصفك انا اساسي ان املك مش عامل اشتابك واحدة كبير ايها كبير حرام حبيب يا اخو يتشرف نيش شرفنا فيك كبير فيك العافية. وهيكو وصل لنهاية الفيديو يا جماعة كثير شرفت فيك عبد وان شاء الله انا فرصة ثانية افكار ثانية وانا موجود معك دايما في اي وقت وجد جد جد كثير استمتعت ببعك بالتصوير ويا جماعة حطوا لايك للفيديو واشتركوا بقناة عبد والناس اللي من طرف يشتركوا من قناة عبد وزبطوا نشوف في فيديو جاي. ما استنى 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 بعد ما شفت اراء الناس عنك في الشارع شو رايك بحالك السن? لا ترى ايجابية. والله كويسة ترى في شخص واحد طلع شل عرضي. بتاع شو المشكلة? ايج? انا ما عندي مشكلة انك تشل عرضي والله انا متعود عادي مش فارقة معي. بس انك تشل عرضي. على فيديو كثير مهم بالنسبة لي. لا يزم. عادي اطلعك سلسل القصص تافة حقولك يسعدينك اه تافة. سلسل القصص ميه فور فاني عارف. بس يعني ما فيها مضمون. اما فيديو بحارف فيه الترويج للمخدرات الالكتروني. بدك تطلع تقول عنه تافة. لا يعني حتى